عايزكم تنسوا كل التحديات اللي ممكن تكونوا شفتوها معايا قبل كده عشان التحدي ده مختلف في حاجات كتير من ضمنهم ان التحدي ده بيتعمل في غيبة اي نعم هو طلوع مرتفع زي كل التحديات اللي ممكن نكون شفناها قبل كده ولكن المرتفع ده مرتفع مركب مبدئيا هو وسط شجر في اخر المرتفع في حفرة بيبقى صعب تطلع منها جدا ولو قدرت تطلع من الحفرة بتلاقي قدامك شجرة فممكن بسهولة جدا بعد ما تطلع العربية من كل ده تلبس في الشجرة معانا عربيات من ضمنهم الرانجلر وعربيات صيني زي التانك ومعانا موديلات من لاند كروزر والبرادو وطبعا البطالين بتوع الفيديو ده وهم التندرا والرام ومعانا عربيا نقل روسي كمان اسمها جاز تعالوا بقى نشوف العربيات دي هتعمل ايه في التحدي ده وهل التندرا تقدر تتغلب على الرام ولا العكس هنبتدي بحاجة حلويات كده وهي البرادو الراجل مزبط العربية بكوتشات وعفشة وكل حاجة والعربية ما شاء الله قدرت تطلع من اول مرة بعد كده بتخش الجاز طبعا هي عربية تقيلة وعربية نقل فحركتها بطيئة وبطقها ده بيسبب لها مشكلة لان زي ما قلت الحفرة دي بتخلي الطلوع منها صعب فالعربية بتغرز وبيضطر ان هو يحاول مرة تاني بشكل اسرع لكن برضو بيجي عند الحفرة دي والموضوع بيبقى بالنسبة له صعب قوي وبعد كده بتخش الولبوير وهي عربية سيني بيكاب ومشهود لها انها عربية قوية جدا شفنا قبل كده المزدة كتير وكانت كل مرة الحقيقة بتنجح بس المرة دي برضو الموضوع صعب عليها زي ما قلت لكم المطلع ده مركب وصعب جدا بعد كده لاند كروزر ديزي القديمة هل بقى القديم يغلب الجديد؟ الحقيقة انه اه اللاند كروزر القديمة مشهود لها بالقوة اي نعم هو بيجي في الاخر ويعافر شوية بس في الاخر بيقدر يطلع بعد كده بقى البطلة بتاعتنا التيوتا تاندرا طالع بيتهادى وكان الموضوع سهل جدا بس هو مش عارف الكمين المنصوب له في الاخر فبيضطر بمنتهى البساطة يرجع ويخش تاني والمرة التانية العربية بتطلع بس زي ما قلت لكم كده بتقابل شجرة فوشها والحقيقة انه هنا بيتعلق وبيضطر انه هم يزقوا الورا حاجة مهينة شوية الصراحة وبيحاول يخش تاني ويلف وبرضو بتعلق تاني ويبتدوا بقى يا تبعوا معاك واللي وسائل الانقاذ الممكنة وبيحاول للمرة الاخيرة وبرضو مفيش فايدة هنا بقى بيكتشف انه هو لازم يرجع لورا ويعيد من تاني وبنكتشف ان العربية اللي بيهاشتكوها دلوقتي دي هو اصلا مشغالها بالغاز تقريبا كده ركبه في مصر المهم بيحاول مرة اخيرة بعد ما بيقفل الشنطة بتاعته عشان ما يستهواش وفي المرة دي الحقيقة انه هو بيقدر يطلع الحمد لله بعد كده بقى بيخش الاخ القهواج القرعن ده بعربية ملهاش اي علاقة بالموضوع وحرفيا بيلبس في الشجرة شفتوا بقى موضوع لبس الشجرة ده صعب ازاي بعد كده بتخش معانا لاند كروزر تاني والحقيقة ان موديلات لاند كروزر القديمة بالنسبة لي افضل من الجديدة بعد كده الرانجلر اعتقد كلنا متأكدين ان الرانجلر هتقدر تعدي والحقيقة انها فعلا قدرت تعدي وبمنتهى السهولة كمان بعد كده التانك التانك برضو في الاختبارات اللي شفناها قبل كده كان اداءها عالي جدا بس المرة دي برضو الموضوع مختلف زي ما قلت لكم شوية واصعب شويتين المهم هو بيرجع وبيحاول تاني بس المرة دي بيطير العربية الفوق والحقيقة انه هو بيقدر يطلع وبعكنا نيجل البطل التاني الوحش بتاع الفيديو ده وهو الرام برضو بيطلع بمنتهى الهدوء وبيتهادى جدا تحس كده انه هو بيتكبر على الموضوع بس الحقيقة انه برضو بيغرز وباضطر يرجع ويحاول تاني تفتكروا الرام هتقدر تعدي الحقيقة انها عدت اه بس لما خد الموضوع بجدية شوية طيب بعد كده تنقله بقى لمرتفع تاني بس ده مرتفع طيني الموضوع هنا بقى مزحلق شويتين الرانجلر من اول مرة بتقدرش بس في تاني مرة بتقدر وطبعا فيديو اوف رود مش هيكمل ابدا من غير النيفة والنيفة زي ما فاجأتنا كتير قبل كده مش بعيد تفاجئنا المرة دي بس الحقيقة ان الموضوع كان صعب عليها وتحس كده انها غير اتطين فرجع ويحاول تاني وفي المرة التانية بيقدر ينجح العربيات الروسي فيها سر محدش فهمه البرادو برضو من اول مرة مقدرش شاب بشابة كده ورجع تاني بظاهره بس من تاني مرة لما خد برضو الموضوع بجدية قدر التاندرا عانت في المطلع اللي فات وفي المطلع ده الموضوع مختلفش كتير العربية كلما يكبر حجمها مهما ان كانت قوية الموضوع بيبقى من نسبة لها صعب بس على الاقل قدر يطلع في الاخر بعد كده بقى نيجي الفقرة الضحك بتاع كل فيديو افروت انا مش اقول لقابها ايه لان انتوا اكيد حافزتوا خلاص لقابها والحقيقة ان كل مرة بتفشل وبتحط اللي بيسوقها في موقف حرق جدا بتيجي عربية تاني من سانج يانج بس موديل قديم شوية يعني موديل 2010 الحقيقة انها مش فشل بس انها يطلع عن مطلع كمان وهو راجع كسر الاكسدام وخرم الرداتير كمان زي ما قلت لكم كده الفيديو ده كان مختلف شوية زي ما انتوا شايفين كده العربية النقل بتعمل شق لبزات وزي ما قلت العربيات الروسي فيها سر لسه محدش فهمه الحقيقة ان تاني اختبار الرام هربت من الموضوع بس في المجمل كده انتوا شايفين التندرا هي الافضل ولا الرام